تحالف حركة مجتمع السلم تلاتة وثلاثين مقعد منها ستة نساء الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء خمستاش مقعد منها أربعة نساء هذه النتائج الضعيفة أرجعها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرساق بقري إلى ما أسماه بالتصوير الممنهج الذي تم صالح أحزاب السلطة وفق تعبيره الآن استمعنا إلى الإعلان الرسمي للنتائج من طرف صيد وزير الداخلية بكل تأكيد هذه النتائج ليست هي النتائج التي تعبر حقيقة عن المأمول والتي تعبر حقيقة عن الإرادة الشعبية هذه المرة سجل التزوير ذاته بقوة كبيرة جدا وبطريقة جديدة حيث يبدو أن أعطي التعليمات لإطلاق اليد لبعض القوى السياسية الإدارية والحزبية للسطو المباشر بطريقة ذكرتنا في التزوير الكبير الذي وقع في 95-97 حيث أن التزوير هذه المرة كان تزويرا مباشرا استعملت فيه القوة استعملت فيه قلب الصناديق واستعملت فيه كذلك الحشو الكبير للسناديق في الكثير من المكاتب نحن الحزب الأول بدون التزوير لو لا التزوير الانتخابي لكانت حركة مجتمع السلم هي في الصدر لكانت حالف حركة مجتمع السلم في الصدر ويبقى الإسلاميون رغم هذا محافظين على تواجدهم في البرلمان بعدما كانوا يلحون بمقاطعة الانتخابات في وقت سابق ترجمة نانسي قنقر